السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقدم لكم اللحم غنمي بالتنذوري مصالة سوف نحتاج نسكيلو اللحم غنمي مقطع في حالها كرقيق و سوف نحتاج معلقة زنجبير معلقة ونص تومة معلقة صغيرة الحلبة معلقة ونص الفلفلة السودانية معلقة تحميرة بعض الملحة ملونة احمر الزيت و سوف نحتاج معلقة سكنجبير معلقة القصبر معلقة الكامون و نصف معلقة و نصف معلقة كوركم و سوف نضغط الحلبة و سوف نحتاج معون و سوف نضغط المغينات و سوف نضغط و سوف نضغط الحلبة و سوف نضغط في هذا المهرز و سوف نضغط في حالة لا تستعمل هنا و سوف نضغط 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 لهم الزنجبيل و سوف نضغط و سوف نضغط الخلط و سوف نضغط الزيت و سوف نضغط و سوف نضغط حالة و نضغط و نرى تكستور قوام الخالط كبير سموت او لا هنا ما زالت اضافت بعض المشاكل اضافت بعض المشاكل اضافت بعض المشاكل انا استعملت 5 المعالق عينك ميزانك سموت في حال هكك من بعد تنضيف الحمد ونحركه في المغيناد ونضيف الحمد ليلة كاملة ونضيف الحمد في التلاجة ويشرب العطرية هنا من بعد ليلة كاملة اخرجت حرارة الغرفة ولا حرارة المطبخ خصوصا ما تخرجيش من التلاجة والدريكت هنا اخذت المقلة انا سنطيب وغيفي المقلة ونضيف الحمد ونضيف الحمد ونضيف الحمد هنا 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 لا تريد فوق الفاخر أريد فوق الفاخر أولا سنضيف في الفرن هنا سنضيف في المغيناد سنضيف 4 كاس ضانون ضانون طبيعي مسوس ونضيف المغيناد ونضيف المغيناد ونضيف المغيناد ونضيف العطرية والياغورت ليلة كاملة هنا ضفت الحمد ونضيف على الجوائه بجوج سنضيف ونضيف هذا التندور إما تكون بالدجاج أو باللحم هنا يسربيه أغلبية الهنود والبنجلديشين يسربيه مع شلادة التي تقول لها رايتا ستجدها في صندوق الوصفة ويسربيه مع الخبز نان بريد خبز 100 نان جيد هنا لا تفكر لدي وصفة إن شاء الله وهكذا أغلبتهم شوحتهم على الجوائه لتحمر جيد مثلا إذا رأيت الأوكلة وطلتها في المطعم تشوفها حمارة بالسف لقد أغلبت الحمار لتكتر 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 بالسف وهكذا يكون طبق واجد أنا سربته مع رايتا والزوجة يضع الخبز المثلث الخبز توم وشكرا على المتابعة ومتنسونه في الاشتراك